أخرت الجامعية العامة للأمم المتحدة إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين حتى 2024 وأوضح المنظوم الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أسامة عبدالخالق أن إعادة انتخاب مصر يأتي بعد حصولها على تأييد المجموعة الإفريقية في نيويورك وهما يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في إفريقيا بما في ذلك رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021 ممثلة للقارة فضلا عن ريادة الرئيس عبدالفتاح أسيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات في الاتحاد الإفريقي ونوها السفير عبدالخالق بالتزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية على دعم جهود الجهود الرامية لتعزيز فعالية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام